اشتركوا في القناة من اجل التوصل لحل دبلوماسي للصراع وانه ستكون هناك تعزيزات للمساعدة في تأمين المنطقة من هجمات داعش ومنع عدوان خارجي في اشارة الى التهديدات التركية في استمرار عدوانها نحو منطقة منبج وفي نهاية الاجتماع في قصر الاليزيه قالت اسيا عبدالله وهي من اعضاء الوفد ان فرنسا سترسل جنودا الى منبج وفرنسا شأنها شأن الولايات المتحدة قدمت الدعم والتدريب لقوات سور الديمقراطية في محاربة داعش ولديها عشرات من افراد القوات الخاصة في المنطقة مع تكتم شديد عن اعداد هذه القوات وفرنسا واحدة من اشد منتقدي الحملة العسكرية التركية التي بدأت قبل نحو شهرين على وحدات حماية الشعب في عفرين من بين حلفاء انقر الغربيين وكان قد حذر ماكرون من غزو تركي في شمال سوريا وكذلك عندما قال وزير خارجته جان ايف لدوريان ان انقر انتهكت القانون الدولي في سوريا اشتركوا في القناة